السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي اخبار كريم ولكن نتكلم في النهاردة عن ملخص مباراة الزمالك وبروكسي في دور الاثنين وثلاثين من كأس مصر فبدأ اللقاء بتشكيل مكون من محمد عواد وحمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد ومحمود شبانة وحاتم سكر ورؤة ودنجة وسيف فاروق جعفر ويوسف اسامة نبيه وسامسون اكونولا وسيد عبدالله نمار اما بودلاء ندي الزمالك فكان كل من محمد صبحي ومحمود حمد الوينش ومحمد عبدالغني ومحمد طارق واشكبالة ومصطفى شرفي واحمد بالحاج وابراهيم نضاي وسيف الدين الجزيري والفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من مباراة فارقو والمصرية للاتصالات في دور الستاشر وبدأ الشوط الاول وسجل بروكسي الهدف الاول عن طريق كامل احمد عن طريق قرى عرضية من ناحية اليسار واستلام خطأ من مدافع الزمالك يستغل كامل احمد لاعب بروكسي ويسدد القرى وتهز الشباك في الديئة 7 وتعادل نادي الزمالك عن طريق حاتم سكر في الديئة 42 عن طريق تسديدة رائعة من حاتم سكر من على حدود منطقة الجزاء وتهز الشباك مرمى بروكسي لان تعيي الشوط الاول بتعادل الزمالك وبروكسي في لقاء دور ال 32 من كأس مصر فاصل ونواصل ملخص الشوط التاني من مباراة الزمالك وبروكسي في دور ال 32 من كأس مصر خليكم معنا ما تروحوش في اي حت ملخص الشوط التاني من مباراة زمالك وبروكسي في دور ال 32 من بطولة كأس مصر لموسم 2022 2023 فبداي الشوط التاني من المباراة ومع بداية الشوط التاني سجل احمق جمعة الهدف التاني لفريق بروكسي بعد احتساب ركل الجزاء لصالح فريق بروكسي عن طريق تزديدة قوية وتهز شباك حارس مرمى نادي الزمالك في ال ديئة 56 وفي ال ديئة 78 تعادل نادي الزمالك عن طريق حمزاء المسلوسي والهدف جه عن طريق كرة عرضية رائعة من مصطفى شربي وقابلها المسلوسي برأسية متقنة داخل منطقة الجزاء وتهز شباك مرمى بروكسي لانتهي الشوط التاني بالتعادل الإيجابي 2-2 لكل فريق في مباراة دوري 32 من كأس مصر ونذهب الى الاشواط الاضافية في مباراة غاية في الاصارة وغاية في المتعة ومباراة غير متوقعة من فريق بروكسي انه يقدي هذا الاداء الجميل ويسجل بدل الهدف 2 والزمالك هو اللي دايما بيعود في التسجيل لكي ينتهي الشوط الأول والشوط التاني بالتعادل الإيجابي 2-2 ونذهب الى الاشواط الاضافية خليكم معنا بعد الفاصل عشان نشوف ايه اللي حصل في الوقت الاضافي الاول من مباراة الزمالك وبروكسي من دور الـ 32 وثلاثين من كأس مصر موسيقى موسيقى رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نتكلم عن ملخص الوقت الاضافي الاول من مباراة الزمالك وبروكسي في مباراة دور الـ 32 من كأس مصر في موسم عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين وبدأ الوقت الاضافي الاول وسجل سيف الدين الجزيري الهدف التالت في الديئة تسعة وتسعين من عمر الوقت الاضافي الاول بعد تملينا من شكبالا وتصل الى مصطفى شلبي اللي بيحولها عرضية وبيقابلها سيف الدين الجزيري بلمسة من داخل منطقة الجزاء وتهز شباك مرمى فريق بروكسي لكي انتهي الوقت الاضافي الاول بتقدم نادي الزمالك على بروكسي بتلات اهداف مقابل هدفين في مباراة دوري الاتنين وثلاثين بنك سمسر المباراة بتزداد اصارة ومتعة بهدف سيف الدين الجزيري في نهاية الوقت الاضافي الاول وهنشوف ايه اللي هيحصل في الوقت الاضافي التاني فخليكم معنا بعد الفاصل عشان تشوفوا ايه اللي حصل في الوقت الاضافي التاني من مباراة الزمالك وبروكسي في دوري الاتنين وثلاثين من كأس مصر فتابعونا وارجعنا لكم بعد الفاصل عشان نتكلم عن الوقت الاضافي التاني وبدأ الوقت الاضافي التاني من مباراة الزمالك وبروكسي في مباراة دولي الاتنين وثلاثين من بطولة كأس مصر في موسم عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين وانتهى الشوت الاضافي التاني كما بدأ بدون اي اهداف في هذا الشوت وسيطرة كاملة لصالح نادي الزمالك اللي فاز بمباراة الزمالك مع فريق بروكسي بتلات اهداف مقابل هدفين في دور الاتنين وثلاثين من كأس مصر في بطولة موسم عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين وهذه النتيجة يتهى النادي الزمالك الى دور الستاشر لملاقات الفائز من مباراة فرقه والمصرية للاتصالات التي لم تقام بعد حتى الآن فكده يكون خلص لقاء مسير جدا من نادي الزمالك وفريق بروكسي فريق بروكسي فعل ما لم يستطيع احد ان يفعله في نادي الزمالك في هذا الموسم في تسجيل هدفين في وقت قاتل وقد اداء جيد جدا وواضح جدا الشراسة الهجومية في اللقاء واضح بصمة لعبي الاهلي والزمالك اللي بيدربه فريق بروكسي اللي بيلعب طبعا في الدرجة التانية هنروح لفاصل وبعد الفاصل هنشوف سور من مباراة نادي الزمالك بروكسي مباراة دور الـ 32 من كأس مصر فخليكم معنا بعد الفاصل عشان تشوفوا السور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في النهاية بنبارك لفريق الزمالك بالفوز على فريق بروكسي الفوز المسير اللي حققوا فريق نادي الزمالك بهدف سيف الدين الجزيري في نهاية الوقت اضافي الاول ولكن اداء الزمالك حتى الان فيه الكثير من المشاكل في الدور الدفاعي وعلى المدير الفني الجديد ان هو يدرك هذا الامر ويبدأ يحاول ان هو يصحح الاخطاء في الفترة القادمة كما نتمنى التوفيق لنادي الزمالك في بطولة الدوري العام المصري البطولة الوحيدة في هذا الموسم المتاحة حتى الان حتى يصل فريق نادي الزمالك الى مركز يؤهله الى بطولة دوري ابطال افريق ونتمنى توفيل المدير الفني الجديد عشان خاطر يسيب بصمة على الفريق وما نعودش كل شوية نغير مدير فني في الفريق وده بيقد الى زعزعة الاستقرار وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن ملخص مباراة الزمالك وبروكسي في دور الـ 32 من كأس مصر واللي انتهت بفوز نادي الزمالك بتلات اهداف مقابل الهدفين بعد شرط اضافي اول وشرط اضافي تاني وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة مع تحياتي لكم كميان كريم كميل اجي